تسأل عن الشخص الذي يعيش في بلاد غير المسلمين و يحصل على الجنسية هل ورد حديث في هذا أختي أمريم بارك الله فيك طبعا بالنسبة للمسلم يجوز له أن يذهب إلى بلاد غير المسلمين لضرورة أو حاجة لضرورة أو حاجة الضرورة كأن يعصم دمه أو عره مثلا إذا تعرض لظلم مثلا و لم يجد بلدا يؤويه إلا بلاد غير المسلمين جاز له أن يعصم دمه و ماله بالذهاب إلى تلك البلاد و كذلك يعصم عرضه مثلا و الأمر الثاني ما فيه حاجة مثلا كطلب علم مثلا أو تطبب أو إجراء عمليات مثلا كتداوي أو تجارة أو شيء من هذا القبيل هذا من حيث تقرير الأصل جواز الذهاب لضرورة أو حاجة لضرورة أو حاجة أما الذهاب لأجل السكنة هناك فيختلف باختلاف الحال فإذا كان من الصنف الأول الذي يقول بأني أنا لو رجعت قتلت ظلما سفك دمي و أنتهك عرضي و شيء من هذا القبيل له ذلك يجوز الإنسان أن يلجأ إلى بلاد غير المسلمين إذا كان يتيقن أو يغلب على ظني أنه سيقتل ظلما أو سنتهى ينتهك عرضه و عرض أهله ظلما يجوز نص العلم على ذلك طبعا هذا إجراء أخير إذا ما كان هناك مجال في بلاد المسلمين أما إذا كان هكذا فقط لأجل الرغبة في السكنة بين المشركين و كذا هذا محرم و لا يجوز النبي عليه الصلاة و السلام يقول أنا بريء من مسلم يقيم بين أظهر المشركين لا ترى أنا راهما و لذلك الإنسان إذا دخل في هذه المجتمعات و سكن بينها و قصد البقاء و قصد أن يكون من أهلها لا شك بأن هذا سيؤثر على دينه و إيمانه و هذا هو قول النبي عليه الصلاة و السلام عليه لا يجوز أن يبقى الإنسان و لا أن يسعى في أن يكون من أهل هذه البلاد بالحصول على جنسية أو كذا و إنما يرجع إلى بلاد المسلمين لكن بعض الناس يقول أنا ممكن أرجع إلى بلاد المسلمين بعدما أخذ الجنسية أو الجواز أو البطاقة التي تجعلني أو تمنحني الفرصة و القدرة على الدخول إلى بقية البلاد يعني هذا مخرج هذا إذا كان من الصنف الأول الذي هو يريد عصمة دمه بارك الله فيك